إلى الشأن الفلسطيني حيث التقى وفد من قيادة حركة حماس برئاسة إسماعيل هانية التقوا في الدوحة الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وقدمت قيادة الحركة شرحا حول آخر التطورات السياسية لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية وعلى رأسها قضية القدس والاستيطان واللاجئين كما قالت تقارير فلسطينية فيما أوضحت حماس في بيان صادر عنها أنه تم نقاش تطورات ملف في الانتخابات الفلسطينية اشتركوا في القناة